اخطر عشرة ثعابي في العالم سوف نعرض عليكم قائمة لاخطر عشرة ثعابين في العالم في المرتبة العاشرة ثعبان الجرسية وجد هذا الثعبان الوحيد الخطير في الامريكتين وفي الواقع هذا الثعبان جزء من اسرة الافاعي هذا الثعبان لديه قدرة على الضرب والقفز تصل الى ثلثي طول الجسم وتعتبر الكثير من التقارير ان هذا الثعبان هو اكثر الثعابين السامة في امريكا الشمالية ومن المثير للدهشة يعد هذا الثعبان الاكثر خطورة على البالغين وذلك بسبب عدم قدرتهم على التحكم في كمية السم المحقون معظم انواع هذه الثعابين يقوم السم بسم الدم تدمير الانسجة وتجلط الدم وفي حالة لدغة هذا الثعبان السام يمكن ان يؤدي الى فقدان احد الاطراف او الموت مع ظهور اعراض مثل صعوبة التنفس الشلل سيلان اللعاب ونزيف هائل في المرتبة التاسعة ثعبان ادر القاتل تم العثور على ثعبان الموت في استراليا وغينيا الجديدة فهي تقوم بمطاردة الثعابين الاخرى لقتلها بما في ذلك تلك الثعابين المذكرة في هذه القائمة وعادة ما يكون شكلها شبيها للافع السام لديها شكل ثلاثي الرأس ورأس قصيرة وعادة اللذغة الواحدة منها تحقن الجسم بحوالي اربعين الى مئة ميلي جرام سنتيمتر وتعد لذغة ادر واحدة من اكثر الاشياء خطورة في العالم تسبب اللذغة الشلل والوفاة في خلال ست ساعات وذلك بسبب احداث فشل في الجهاز التنفسي وعادة ما تبلغ الاعراض ذروتها في غضون اربع وعشرين الى ثمان واربعين ساعة في المرتبة الثامنة الافعى السامة توجد هذه الافعى في جميع انحاء العالم ولكن يمكن القول ان معظمها سام وجدت هذه السلالة في البداية في الشرق الاوسط واسيا الوسطى وخاصة الهند والصين وجنوب شرق اسيا وغالبا ما ينشط ليلا بعد هطول الامطار معظم هذه الاعراض تسبب اعراضا تبأ مع الالم في مكان اللذغة وتليها مباشرة تورم في الطرف المصاب في الحالات الشديدة وتعاني من الالم شديد وتورم في غضون اثنين وسبعين ساعة وقد تحدث الوفاة بسبب تسمم الدم والجهاز التنفسي او فشل القلب في غضون يوم الى اربعة عشر يوما من اللذغة في المرتبة السابعة الكوبرا الفلبينية لا تنضم معظم انواع كوبرا الى هذه القائمة ولكن الكوبرا الفلبينية هي حالة استثنائية لان السم الموجود بداخلها هو الاكثر فتكا بالنسبة لانواع كوبرا الاخرى هذا الثعبان قادر على البسق لمسافة تصل الى ثلاثة امتار هذا السم عصبي يؤثر على القلب ووظائف الجهاز التنفسي ويمكن ان يسبب شللا في الجهاز التنفسي والموت في خلال ثلاثين دقيقة تتسبب اللذغة في تلف الانسجة ويمكن ان تشمل اعراض لذغة افع كوبرا الصداع الغثيان التقيؤ الام في البطن الاسهال الدوار في المرتبة السادسة الافع تايجر يوجد هذا الثعبان في استراليا وله ثم عصبي قوي ويمكن ان تحدث الوفاة بسبب اللذغة في غضون ثلاثين دقيقة ولكن عادة ما يستغرق ستا الى اربع وعشرين ساعة وقبل تطوير المضادات الحيوية كان معدل الوفاة بسبب الافع تايجر ستين الى سبعين في المئة ويمكن ان تشمل الاعراض الاما في العنق ووخزا وتعرقا موضعيا وصعوبة تنفس وشلل تفر الافع تايجر عند مواجهتك ولكن يمكن ان تصبح عدوانية عندما تواجه في المرتبة الخامسة المانبا السوداء تم العثور على ثعبان المانبا السوداء في جميع انحاء القارة الافريقية ومن المعروف انها عدوانية للغاية وتعطي ضربة قاتلة كما انها اسرع ثعبان الاراضي في العالم قادر على الوصول بسرعة تصل الى عشرين كيلو مترا في الساعة ويمكن ان تكون هذه الثعابين مخيفة جدا عندما تضرب بمعدل مئتي مرة على التوالي اللدغة الواحدة قادرة على قتل اي شخص وخصوصا البالغين من عشرة الى خمس عشرة سنة العضة الواحدة تحقن الجسم مئة الى مئة وعشرين ميلي جرام سنتيمتر في المتوسط ويمكن ان توفر ما يصل الى أربعمائة ميلي جرام من السم في المرتبة الرابعة الثعبان كريت الازرق كريت الازرق هو الثعبان الاكثر فتكا وجد هذا الثعبان في جميع انحاء جنوب شرخ اسيا واندونيسيا وخمسين في المائة من لدغاته قاتلة حتى مع التحكم في تناول المضادات هذا السم قوي جدا بمعدل ست عشرة مرة من لدغة كوبرا واكثر قوة حيث يؤدي الى شرر العضلات ومنع النهاية العصابية من الافراج عن المواد الكيميائية وقبل تطور المضادات كان معدل الوفاة خمسة وثمانين في المائة ومع مرور الوقت اصبحت المضادات تتحكم في هذه المشكلة وتحدث الوفاة عادة في غضون ست الى اثنتين عشرة ساعة من لدغة كريت وتحدث الوفاة بسبب موت انسجة الدماغ في المرتبة الثالثة الافع براون الشرقية هذا الثعبان يخدع كشكله ويوجد به اربعة عشر الف اوقية من السم هذه الكمية كافية لقتل الشخص البالغ واكثر انواع هذا الثعبان سامة يتحرك ثعبان براون بسرعة ويمكن ان يكون عدوانيا في ظل ظروف معينة من المعروف ان يطارد الفريسة مرارا وتكرارا يؤدي السم الى تخثر الدم ولحسن الحظ بالنسبة للبشر ان اللدغة تعطي نصفها سما يقوم بتخثر الدم واذا رأيتها يفضل تجنبها كف مكتوف الايدي خوفا من الهجوم في المرتبة الثانية ثعبان تايبان الشارس يحتوي التايبان على قائمة من الانواع المختلفة تحتوي على السم الاكثر خطورة من اي ثعبان اخر في العالم والحد الاقصى للعائد من لدغة التايبان هو مائة وعشرة ميلي جرامات وهو ما يكفي لقتل نحو مائة شخص او مائتين وخمسين الفا من الفئران ونادرا ما يواجه البشر في البرية ولم يسجل اي حالة وفاة ومن المحتمل انه يقتل الشخص البالغ في غضون خمس واربعين دقيقة في المرتبة الاولى ثعبان بيلشر البحري هو اكثر ثعبان سام في العالم ويوجد على بضعة ميلي جرامات قوية بما يكفي لقتل الف شخص يحتوي اقل من ربع لدغة على هذا السم والصيادون عادة ما يكونون ضحايا هذه اللدغات ويوجد في انحاء سواحل جنوب شرق اسيا وشمال استراليا